أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده لن تتوقف عن العمل حتى يعود جميع الرهائن إلى ديارهم ويتم التوصل إلى وقف إطلاق النار في غسا أريد أن أكرر ما قاله الرئيس ماكرون الذي رحب بالإنقاذ الآمن لرهائن الأربعة الذين أعيدوا إلى عائلات في إسرائيل لن توقف عن العمل حتى يعود جميع الرهائن إلى ديارهم ويتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار